رؤية هلال شهر رمضان المبارك من مرصد تمير كما هي الأجواء الصعبة وغائمة بالإضافة إلى الأتربة العالقة طبعا نتكلم هنا من هذا المرصد وطبعا وقت الغروب أو طبعا الذي يستمر وقت مكوث الهلال إلى 12 دقيقة لكن يبدو الدقائق القادمة صعبة جدا لرصد الهلال إذا لم يرصد في البداية طبعا كما تشاهد الأجواء تعتبر ليست بصافية وصعبة قبل ثلاث ساعات تقريبا كانت هناك أغبرة وكانت هناك أمطار خفيفة إلى سحب أيضا وكانت طبعا يمكن تنبه من خلال ذلك الوقت بأن رؤية أو رصد هلال شهر رمضان صعب جدا إلى حد ما وأيضا هنا في هذا المرصد